ونسه بنكمل حلقتنا معاكم النهاردة في نهارك سعيد والمجلس القومي للشباب يعني ناس كتيرة ممكن نبقى بنسمع عنه من زمان وممكن يبقى فيه مننا احتكي بيه بشكل مباشر من خلال خدمات اللي بيقدمها بعيد عن تقييمنا لهذه الخدمات كانت ايجابية او يعني كويسة او مش كويسة انا ممكن اعترف ان انا تجربتي الوحيدة مع هذه المؤسسة ان انا وانا صغيرة وقت الجامعة يمكن عملت الكرنيب تعبيوت الشباب استغلته مرة يعني لما سفرت بعد كده ما استخدمتوش بس كان فعلا مفيد تعالوا نعرف بقى مراكز الشباب ايه دورها في عدد كبير مراكز الشباب كلنا عارفين انها لا تصلح لاستخدام الادامي محتاجين انها تتقفر وان كانت مساحتها كبيرة جدا فكرتها حلوة تطبيقها عليه علامات استفهام ليه ما كانش بالحلاوة بتاعت الاماكن نفسها تاريخيا يعني فهو نعرف من ضفنا اللي بيناورنا النهاردة في الستوديو مهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس القومي للشباب نهارك سعيد يا فانت انا بداية كده خلينا نتكلم جزء انشائي يعني هو المجلس القومي للشباب ايه دور دوره لو عدا نتكلم فيه حيبتلاقي كل مناحي الحياة اللي تخص الشباب سواء هي اقتصادية او اجتماعية او رياضية او حتى ترفيهية او فنية او ثقافية عليه ان هو يحاول بقدر الامكان يغطي هذه المظلة لكل شباب مصر من سن 15 حتى لسن 40 سنة لكن على ارض الواقع هتلاقي الدنيا مختلفة طيب انا هبتزي ممكن كنت شوية بتكلم مع حليك مبارا دخلت على الوابسايت بتاع المجلس اللي هو هيبقى موجود كمان شوية على الشاشة youth.gov.eg واستوقفني بصراحة انه الاهداف بتاعة المجلس هو يسعى لتحقيق مجموع من الاهداف انا وقفت عند غرس قيم المواطنة والانتماء يعني ممكن اقول سريعا توفير الخدمات الشبابية المناسبة في كل محافظات توسيع مشاركة شباب الحياة العامة رعاية المهوبين والمبتكرين تفعيل دور الفتاة لارتقاب بمستوى الاداء بس انا وقفت عند غرس قيم المواطنة والانتماء وانا هتدعي ان انا بنتامي الجيل ما عرفناش يعني ايه مواطنة والانتماء حتى وان كانوا بيحاولوا يحفظوهن من خلال الاغاني ومتقولش ايه هدتنا مصر الاغاني القديمة اللي بيكون مسترجعها واستحضرها حتى لو شوفت كلمة غرس المواطنة كلمة الغرس دي حتى غريبة شوية واحنا يعني طول ثقافتنا من زمان في الستين سنة اللي فاتت تحس ان احنا عاوزين نجيب شباب نقعد نقول لهم كلام ونقعد نحفظهم حاجات ونديهم شوية مذكرات كده يقروها ويقال يعني هو ده الانتماء يعني تحس انها حس التربية وطنية كده زي اللي كنا بناخدها في المدرسة او حس التربية قومية النهاردة الدنيا اختلفت شوية يعني محدش من الشباب دلوقتي مستعد انك تقول له حاجة او ان هو بيقرأ كتير وعنده انترنت وجايب كل حاجة الشباب عشان تغرس فيه الانتماء لازم يحس ان ان هو مستفيد من الموضوع انت مهتم به بشكل او باخر فاحنا كنا زمان هو فصيل معين واحد اللي احنا بنتكلم معاه او اللي احنا بنتدي له هذه القيم علشان احنا لنا بعض الاهداف السياسية الاخرى من وراء هذا الموضوع لكن بقيت الشباب كله اللي هو معظم شباب مصر هو مش حاسس بأي حاجة ومفيش دور معين يعمله اللهم ان بعض المراكز الشباب اللي موجودة على المستوى المحافظات فيه ناس تروح تلعب فيها شوية رياضة او فيها شوية انشطة وايحة لكن من وجهة نظرنا الوقت في هذه الظروف الجديدة وفي التكنولوجيا اللي موجودة وثورة الشباب ان الشباب بيقضي رائب من بعيد كده بيشوف والله المجلس القومي للشباب ده بيعمل ايه ودوره ايه واذا هو لقى ان المجلس ده بيعمل شوية حاجات هو ممكن يستفيد منها هو اللي حقيقي واذا شعر ان المنشآت اللي موجودة في مصر دي اصبحت مفتوحة ليه وبتقدله خدمة هو اللي حقيقي لان ما فيش شاب في الدنيا مش هيحب يروح يلعب رياضة مش هيحب يروح يطلع رحلة مش هيحب يحضر حاجة يكون فيها نجوم سواء في السياسة او في الرياضة او في الفن او الادب كل الحاجات دي هيحبها بس مش بطريقة ان ايه تعالوا دا احنا عندنا كذا النهاردة انت بتعمل كل الانشطة وبتوفر كل حاجة والشباب بيرائب وعنده درجة عالية جدا من الفراسة والرقابة ويقدر هو اذا حس كده هو حيجي ويشتغل معاك ودي حصلت في الشهرين اللي انا موجود فيهم دول شفتهم في منطقتين منطقة الاولى منطقة الحوارات الشبابية والحاجات دي احنا لما فتحنا الموضوع وخلينا جميع الاطياف السياسية والفكرية تيجي عندنا في المسرح بتاع المجلس القومي للشباب وتتكلم بحرية تامة وتقول رائعة حتى في الحكومة اللي احنا فيها اللي بتقول احنا عايزين نقيل الحكومة او نسحب الثقة كل ده جوا المجلس القومي او بتنادي بان هي مش عايزة المجلس العسكري كل الحاجات دي لما الشباب شعر ان هو يقدر ييجي جوا الحتة دي ويتكلم براحته محدش هيقوله لا انت تتكلم في الحتة دي او ادي الورقة دي اللي تقرأ منها ابتدت ناس تيجي مكناش نعرف مين دول او ناس معدية وشايفة الكلام ده او بتسمع عنه او بتشوف وسائل اعلام فبتيجي جميع الحركات السياسية فكده هيحس شوية انه منتمي للمكان لما فتحنا المنشآت الشابية الرائعة اللي موجودة عند مصر زي المدن الشابية في ابو اير في سبور سعيد في لقصر للناس تدخل الناس لما تشوف المكان ده مفتوح وهو بيخش ويمارس رياضة هناك هيشعر بالانتماء او هيقوله صحابه تعالوا احنا تعالى نروح نعمل هنا هنلعب رياضة هنلعب مباراة كرة قدم ده في حاجة لكن مش ده كان زمان كان زمان مقتصر على مجموعة معينة احنا بنجيبها بالاسم تيجي تمارس الرياضة دي او تمارس يوم شكلهم حزب وطني جدا وبيبين عليه اه يعني بالزبط كده فالناس طبعا عندها رفض من هذا الموضوع والشباب عنده رفض لهذا الموضوع وما كانش يحب ان حد دلوقتي يقعد يقوله ويحفظه ويقوله الكلام ده وحتقول ايه وطيقر ايه والسؤال ده وما تقول شكل كده القصة دي اختلفت تماما افتح الموضوع ويعمل النشاط بتاعك واترك الشباب من بعيده وحيرائب اذا لأك صادق ولا ان هو فعلا بيروح يمارس لها ده كويسة بيروح يتكلم بحرية في السياسة بيروح يطلع رحلة بيستفيد منها هو حيجي الوحد وحيتنم عنه بقى موضوع المواطنة والانتماء والحاجات دي كلها لوحدها من غير ما نغرسها من غير ما انا عقعد اقوله احنا يعني البلد والوطن اه والكلام ده يعني حيقول لي بقى كفية او حينفض لي يعني بلغة الشباب طيب مهندس خالد الكلام احنا بتقوله يعني انا سعيدة بي ومبسوطة وحاسة انه فيه رؤية مختلفة للتعامل مع الشباب من حيث انه بدل ما كانت الشباب سلعة للمتجرة والمزايدة انه احنا هنمي الشباب وهنشغالهم متاع انه كلام حضرتك يبدو وكأن فعلا فيه شغل على الارض هنشوفه قريب بس اعذرني انه الشباب فقد ثقة تماما حتى لو الكلام بقى رنان حتى لو حيتك قلت انه احنا بلديهم مساحة حرية حتى لو قلت انهم هقدروا يقولهم عايزينه من غير ما يبقى عنده ملف في امن الدولة القومي بقى ومش هيبقى بيتم مدايقته في الجامعة وفي حياته الشخصية ده كلام حلو بس احنا فقدين الثقة الستين سنة اللي فاتت تراكمي يعني صعب جدا خلى الشباب ما يصدقش ولهو الحق انه ما يصدقش ولذلك انا مش هروح اقول للشباب هنقول احنا احسن ناس ولا احنا الاقوية ولا احنا اللي بنفكر ولا احنا الازكية لا احنا هنشتغل وحنحاول وحنروح للشباب في الاماكن بتاعته اذا هو صدقنا وعلى فكرة الشباب عنده نومة للفراسة شديد جدا بيقعد يرائب كده ويعرفت ومتطورت اه مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش وده صادق ولا مش صادق والكلام ده معمول عشان يتحكوا علينا ولا متحكوش علينا وبيرائب مرة واثنين وثلاثة ثانيا احنا متأكدين ان احسن حاجة لينا ان الشباب بعض الشباب اذا جلنا وشعر بهذا هيبلغ اصدقاء واصحاب وجيران فالموضوع يكبر شوية بشوية لكن عمري ما هطلع شعار كده نحن اللي عملنا كذا ونحن غيرنا كذا ولا اصبحنا كذا ولا خالص احنا مش دي طريقتنا ومش ده الاسلوب اللي احنا هنشتغل به في الفترة اللي احنا موجودين خطة حضرتك انه خلال قد ايه اصدقاء دي تعود على اقل على مستوى المجلس القومي للشباب على مقدار الجهد اللي احنبزله ومقدار التنوع في الافكار والتنوع في الانشطة انا اعتقد لانه ما فيش حد او الشباب ده متنوع جدا فيه شباب عايز رياضة فيه شباب عايز سياسة فيه شباب عايز وظائف او شغل فيه شباب عايز رحلات فعلى قد ما نخلص في كل حتة ونجيد في كل حتة على مقدة هنقدر نغطي اكبر مظلة موجودة احناك مش متوقع مثلا ان خلال سنة ممكن المجلس القومي للشباب يبقى اكتسب ثقة الشباب بنسبة كذا لا هكون صادق معاك وحقولك لا ما عنديش يعني استطلاع رأي قدر اقولهولك او اي حاجة لكن انا بقولك في الشهرين اللي انا موجود فيهم انا شعر بان هناك فيه تغير شوية نتيجة مساحة الحرية اللي اصبحت موجودة نتيجة بعض الحاجات اللي كانت بتحصل بدغوط معينة ما بقيتش موجودة نتيجة ان احنا بنشتغل على عدة محاور ناس كتيرة برضو كانت من السادة المسؤولين في المجلس القومي للشباب كانت مكبلة بقيود لما فتحنا لهم الحرية كي يشتغلوا وكلاء وزارة ومدرين عموم ومدرين ادارات فابتدوا ينتجوا وبتدوا يفكروا وبتدى بقى فيه يعني زي فريق عمل كله بيشتغل اتمنى ان نتايج جدبان قريب صحيح مش بين قوي لكن انا اللي هقولك شوية حاجات هتعرفي ان هناك شوية انشطة اه نتكلم عنها بتعملوها بس خليم كمان اقف عند مراكز الشباب تحديدا ومراكز الشباب هي المتنفس الوحيد عند مش عارفة النسبة قد ايه بس عند معظم الشباب المصر اللي احنا معظمنا فقرة وبسطة ومش بالدرورة معندنا الامكانية احنا نشترك في النادي ابو كام الف في السنة وما شابه يعني وهو بيقعادة كمان مراكز الشباب متوزع جغرافيا وعندوكو اماكن كتيرة جدا فاقرب للبيوت وسهل ان الولد اللي عنده 14 سنة اهله ويبقوا مش قللين عليه وهو هيتمشى لغاية اخر الشارع وهكذا مراكز الشباب يعني مش عايزة استشهد بفيلم عاد الامام بس يعني هو فعليا بيتربى فيها لا لا ده فيلم عاد الامام ده جايب مركز شبابه تطور جدا كمان اه طبعا احنا عندنا 4400 مركز شباب اعتقد ان اكتر من 1400 منهم لا يصلحوا اساسا اساسا لكن فيه برضو عشان نكون صادق يعني فيه مركز شباب متطورة وكويسة وفيه مركز شباب توصل 40 و50 فدان وفيه حمامات سباحة اولمبية وفيه ملاعب وفيه كل حاجة طبعا لكن فيه نسبة كبيرة وخصوصا في القرى سيئة جدا وبتمارس فيها كل انواع يعني اقول ايه العبس من ممكن الناس بتبقى قاعدة بتشرب قهوة وشاي وعملها ده قهوة بيأجروا صالد افراح لقريبهم وصحاب يعني كل ماتت خالي لكن دي التراكمات سنوات طويلة جدا حزب واحد تولى فيها الموضوع فبقى المسئولي هو اللي ياخد والارض دي تعملها وتبقى دي بقرة للانتخابات ونورسها البعض العيلة دي تفضل تاخد مركز الشباب 20 و30 سنة ومش مهم ما تبقى فيها انشطة ولا لا المهم ان احنا نعين عليها ناس ونجيب عليها موظفين وناخد عليها مكافئات يعني قصة والميزانيات والميزانيات لكن برضو خلينا نكون منطقيين المبالغ المتاحة لكل مركز لما تقسمي الـ 4000 مركز همتكلم من 10-15000 جنيه في السنة في السنة فلدى تطوير لا يقدر يطور ولا يقدر يعمل نشاط ولا درام اي نشاط لكن لما تتفكر ان احنا عندنا 4000 تضرابي في 15000 فيها حاجات بتتبني جديدة فكل اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي وده مش هياخد وقت قليل يعني انا احنا ماشيين في خطة بس مش هتاخد وقت قليل ان احنا بنحاول نخلي المراكز القائمة دلوقتي الكويسة تشتغل مع نفسها يعني هي اللي تجيب دخل لنفسها وتصرف على نفسها في السيانة والتطوير ازاي تجيب دخل؟ هي عندهم دخل لانهم بعض الحاجات اللي بيأجروها داخل بتاع زي المحلات الصغيرة الموجودة عندنا شوية اماكن ممكن نحط فيها اعلانات زي الاعلانات الموجودة في كل الشوارع دي بتجيب دخل سنوي تلتبئة ربعمائة الف نص مليون لكل مركز ده كافي انه يطور نفسه وفيش اشتراكات الاعضاء لكن دي في عدد لا يزيد عن 50% من مراكز الشباب الخمسين في المائة الاخرى ليس لديها هذا الموضوع فكل اللي احنا بنفكر فيه ان احنا نحاول نطور التفكير شوية ونعمل تسويق احسن شوية للمراكز الكويسة ناخد منها فلوس نبني بيها او نطور بيها مراكز الشباب الموجودة في القرى اللي هي صعب جدا يكون عندها تسويق او اي حاجة بس الموضوع ده هياخد على الاقل سنة لان احنا على ما نحصل على المبالغ دي ثم نبدأ في تطوير هذا الموضوع احنا بدأنا على فكرة يعني بدأنا نعمل السياسة بتاعتنا في تسويق مراكز الشباب الكويسة اللي ممكن تجيب لنا دخل وطرحنا مزايدة كبيرة اول مركز شباب الجزيرة في حوالي عشرين شركة النهاردة اشتروا الكراسة عشان يخشوا لهذا الموضوع متوقعين يجينا دخل مثلا من ده نصرف منه على القرى يجينا دخل من بقية مراكز القيرة نصرف منه على القرى فاحنا عندنا خط بس طبعا خطة البناء والتطوير والتنمية دي ما تخلص في شهر او شهرين لكن حطلها خطة برضو مش هنتكلم على خمس سنين يعني هنتكلم على حاجة يمكن تاخد لها سنة وثلاثة شهر من دلوقتي ان شاء الله هنشهد طفرة بس في نقطة مهمة جدا احب اشكر الناس عليها لدينا دلوقتي مؤسسات مجتمع مدني وشركات عملاقة بتشتغل معنا في التطوير مهم جدا يعني عندنا شركات من الشركات الاتصالات الكبرى او شركات المياه الغازية الكبرى كل واحد بياخد عشر مراكز واشتغل فيهم خمستاشر مركز واشتغل فيهم فدي برضو هتساعد معنا جدا لأن ميزانية الدولة لوحدناها مش هتكفي بس احنا برضو علينا نقنع هذه الشركات ان هذا العامل هو عايزين ينتشره زي ما انت قلت كلمة مهمة قوي انتم منتشرين على الجمهورية هو بالنسبة له كتسويق لمنتجات هو عايز ينتشر هو كبير هو مش يجي يعمل كده يعني حبا في الانتماء والحبا في الوطن الله ينور عليك هو عايز يوصل برضو للمراكز اللي موجودة في القرى دي ايه هي المكان اللي قدر اوصل به لكل المكان دي هي مراكز الشباب انا عايز اعمل ايه عايز اوصل لكل الشباب لان الشباب دي اكتر ناس بتتكلم في التليفون اكتر ناس بتلبس اكتر ناس بتاكل فكل الشركات العملاقة اللي لها استهلاك بشكل او باخر في سلعة غزائية او سلعة تكنولوجية او ايه حاجة عايزة توصل لهذا الموضوع بورقة بسيطة كده عندي كم الف قرية في مصر وكم الف مركز شباب في مصر هتلاقيهم قريبين من بعض يبقى معنا كده ان كل القرية في مصر فيها مركز شباب يبقى انا لو شركة تجارية عملاقة وعايز اوصل لكل قرية في مصر اول تارجت عندي ايه اصل لمركز الشباب وده مهم جدا طول وقت ينتكلم على دور القطاع الخاص والمسؤولية المجتمعية حتى القطاع الخاص يعني انا عايز اقول حاجة مثلا احدى شركات الاتصالات العملاقة اشتغل مع الدكتور عمر خالد صنع الحياة في موضوع محويل امي احنا على اتصال بالدكتور عمر خالد وعملين معاه زي نوع من التعاون الموضوع ده هيتم داخل مراكز الشباب فاحنا هنستخدم مراكز الشباب في هذا الموضوع تبقى خدمة تقدم لناس كتير جدا من هذا الموضوع وهذه الشركة العملاقة بتنول والدكتور عمر خالد بالمصداقية اللي موجودة عنده وللناس بتصدقوا وعدد الشباب الكبير جدا المتطوع مع الدكتور عمر خالد علشان يقدروا يؤدوا هذه المهمة ادي مؤسسة مجتمع مدني مع تعاون مع شركة العملاقة مع إمكانيات المجلس القومي للشباب في مراكز الشباب مختلفة ادي التعاون اللي احنا عايزينه لو عرفنا ننمين موضوع ده أوعدك ان مراكز الشباب على مستوى مصر خلال سنوات قليلة جدا ممكن شكلها يختلف تماما طبعا بحدك بتقول لي تقريبا خلال سنة او خلال كم سنة فيه والخطة كذا ساعتها لما يطلب من الشباب استنوا وصبروا هيصبروا لان هما شايفين قدامهم كلام فيه خطة بس مش هيصبروا سنة هم هيصبروا شهر لما شوك بدأت بدأنا ولا لا لو بدأناش هيقولك لا انت مقتمع موش حاجة طبعا السنة يا عام قرابت تخلص وانت أصلا لسه بتديتش وده نفس المنطق في حاجات تانية بس أنا عايزة أتكلم على التعاون مع المجتمع المدني تحديدا يعني أعرفها مجموعة من الناس اللي بتشارف المجتمع المدني وهم بيحتاجين يأجروا صلاة يعملوا فيها مؤتمرات ندوات سمينارات الحاجات اللي بتتعامل دي كل ده متاح يحصل مع مراكز الشباب صح؟ متاح يحصل مع مراكز الشباب ومحتاجي ومتاح يحصل مع حاجات تانية الناس مش عارفها اسمها المدن الشبابية وحاجات تانية اسمها مراكز التعليم المدني وحاجات تالتة اسمها المنتدات الشبابية دول تبعكوا كلهم؟ تبعنا كلهم ما حاتش يعرفها يعني في مدينة الشبابية مثلا عندنا فبوئير دي مدينة كاملة بفنادق بملاعب بصلاة بقاعة مؤتمرات بمسارح كبيرة اللي موجودة فابوئير النهاردة مثلا فيها الدكتور عبد المنعم والفتوح عامل فيها مؤتمر بعد اسبوعين عندنا حزب الحرية والعدالة عنده مجموعة كبيرة جدا من الشباب راحين مأجرين كم يوم وهيعودوا هناك بعد فترة كان كمان عندنا صناع الحياة تسعمائة واحد من صناع الحياة اخبار التائرات الليبرالية طيب بس اشي كلهم لا لا خالص بالعكس احنا عندنا اسمه الحزب الحرية اللي بيتقال عليه اللي هو المفروض اصلا من يعني احنا ما عندناش ما عندناش اي حد ييجي يقدر يدخل يشتغل بالعكس احنا شايفين انه كانت كل الطيارات ممنوعة من دخول هذا المكان ده اللي بقى تكلمك عليه بقى المصدقية الشباب حيصدقك ولا حتنمي عنده الانتماء ولا لما يجيلي شباب من حزب الحرية والعدالة وشباب من حزب النور وشباب من صناع الحياة كان ممنوع تقريبا يدخلوا الاماكن دي كان ممنوع يقيموا في هذين اماكن اماكن دي ما اماكن الدولة وكمان اليسار كان ممنوع لما الناس دي هتشعر انها بتقيم في المدينة الشبابية وبتمارس انشطة وبتحضر ندوات وتقعد 3-4 ايام في ابو اير او 3-4 ايام في لقصر او في اسوان هو دي تنمية اول حاجة وتالي المواطنة والانتماء والكصة دي دي حاجات البلد وانا عايش في حاجات البلد كان الاول بقولوا حاجات البلد دي انت بلكش دعو بيها انت تروح تتخبى في حتة محدش يعرف لان لو حد عرف حياخدوا قسميكو واهل هكا حيقولولك لا والنبي بلاش تروح احسن هتسجل من ضمن المسجلين قصة دي هي اللي كانت عاملة من نوع من البعد عن الشباب احنا دلوقتي عندنا شيء مفتوح تماما اي حد يفعلو فالمدينة الشبابية او المدينة الشبابية مراكز تعليم المدني دي بقى زي اماكن كده علشان المؤتمرات بقى والسيمينارات والوركشوب اللي انت بولي عليها دي بتتأجر عادي ومتتفتح عادي واي حد عايز يعمل ندوة عايز يعمل سيمينار عايز يعمل مؤتمر عايز يعمل كذا من غير ما تعملوا عنه بكشف امني ولا بحث امني والله انا مبعملش اكتر حاجة انا بمضي ورقة لا ببعد امني ولا اي حاجة يعني يوميا تقريبا عندنا يوميا لانها دي منتشر على 17 محافظة في مصر فانت مش بتتكلم علينا احنا يوميا عندنا اماكن فيها كل حاجة عندنا بقى فيه حاجة تاني فيه حاجة اسمها منتدى الشباب منتدى الشباب دي زي مش مركز الشباب بقى حاجة اكبر شوي يبقى عامل زي نادي كبير عندنا في 6 اكتوبر في 15 مايو يعني ده مثلا بيبقى مساحته 20-30 فدان يبقى عامل زي نادي ليه اشتراك سنوي ده حاجة اعلى شوية وغالي بقى بس احنا بنحاول نعمل اشتراكه السنوي مش غالي وبندي بعض فئات من الشباب بس دول مش عادتهم كبير لكن دول بيقدوا خدمة معينة موجودة لبعض الشباب برضو يتمرنوا فيه تمرين معين بيشتركوا فيه بطولات بشكل معين فدول كلها متاحة بس الناس مش ربطة المجلس القومي للشباب الا بمراكز الشباب لكن دلوقتي شوية شوية لان ده برضو بقولك ليه لان كانت النتيجة ان زمان الحاجات دي لا الحاجات دي ما حادش قدر يستخدمها لكن لما تفتحت النهاردة وكله بيستخدمها الناس هتعرف الامكانيات يعني انا بقول لحضرتك شوية شوية ومش في كتير يعني ممكن قبل بداية الصيف هتكون كل الاحزاب اللي موجودة وكل الطيرات اللي موجودة وكل الهيئات المجتمع المدين اللي موجودة عارفت ايه هي امكانيات المجلس القومي للشباب وجاية استخدمها ده اللي حيعمل اعلان عنها وكمان المراكز دي والانشطة بتاعتك هاي اللي كان بيطلع لعيبة الكورة وهي اللي كان بيطلع الرياضيين في مصر ويعني هاي دي كانت المتنفس الاساسي للمساطاء ان هما يبتدوا يمارسوا الرياضة فبعد كده بيبقوا يعني مشاهير وبيبقوا نجوم في الرياضات بتاعتهم يعني فبعتقد كان زمان فيه حاجة اسمه الكشفين وكانوا بيروحوا في القرى ويدوروا على اللعيبة النهاردة انتشرت قوي الاندية في الدرجة الاولى والتانية والتالتة فالكشفين دول ما بيقوش يوصلوا لكل القرى والنجوه عشان يدور على الناس دي بقوا يستسهلوا ويروحوا لبعض الاندية فبقت كل الولاد اللي بيلعبوا كورة ويحسن هما كويسين عايزين يشتركوا في الاندية اللي هي تبع المجلس القاومة للرياضة مش تبع المجلس القاومة للشباب عشان الكشفين بتروح النقطة دي لكن احنا عاملين حاجة جديدة ان شاء الله يعني حدبان قريب قوي بس هي ظروف توقف النشاط الرياضي لكرة القدم بعد الحادثة المؤسفة للفرسعيد لكن احنا الحقيقة عاملين حاجة كويس قوي فيه ناس عايزة يعني تضحك علينا واحنا مبسوطين ان هما جايين يضحكوا علينا وبيتضحك علينا بمزاجنا حلوة ده فيه ناس جاية تقول لنا اعمل لك نشاط ونعمل دوري مراكز الشباب وكلام من ده هي طبعا اللي جاية تعمل دوري مراكز الشباب هي جاية تاخد شوية لعيبة تبيحة مبارا لان مراكز الشباب دي اللعيبة مش مقيدة رسميا في التحاد ولا اي حاجة فيقدر ياخدوا يبيعوا ببلاء محدش يقول له يديني فلوس ولا يديني اي حاجة لعيب ملا ماضي عقد ولا بيلعب في نادي ولا حاجة هو يجي قولي انا هعمل لك نشاط بقى وحاجب لك اعمل لك دوري ودي الولاد تيشرتات وكده هو لو طلع لعيب واحد من مركز ولا من قرية ولا كده حدا في اوروبا في برتغال والاسبانيا هياخد فيه على الاقل 100000 يورو او 200000 يورو هو جاي اشتغلنا زي ما بيقوله واحنا موافقين ان هو يجي اشتغلنا تعال اعمل نشاط وخد لك طيب انا عايزة عشان نبقى ايجابيين عايزة اتكلم على انشطة المستقبلية اللي انتو بتشتغلوا عليها انا عندي حاجات لي علاقة بالحوارات للشباب وفي تغريدات شبابية وفي قطار الشباب حوارات الشباب دي انا شايفها من الحاجات احنا الاول ابتدينا انا يعني توليت في 21 ديسمبر 2011 2011 انا بقى لي شهرين وكميوم وعنديني لقيت ان احنا في زخم سياسي عندنا انتخابات مجل الشعب ومجل الشورى ودستور وانتخابات رئاسية والشباب عايز اعبر عن نفسه ويقوم فاول حاجة جبنا كل يعني او معظم نجوم السياسة والفكرة عشان يتكلمهم مع الشباب جبنا الدكتور عمر الشبكي جبنا الدكتور معتز عبدالفتاح جبنا الدكتور حلمي جزار جبنا فنان محمد صبحي الدكتور مصطفى الفئي الاستاذ عسام سلطان الاستاذ نادر بكر من كل الطيارات السياسية جبناهم عندنا في المجلس قومي للشباب وكل واحد يخش يقول كلمة انا اخر حاجة وتتخيلها ان انا حاجة يتكلم من المكان ده لكن اتفتح الموضوع ده ثم بدأنا في مرشح الرئاس فاحنا الحقيقة الدنيا عندنا احسن كتير الناس كتير جدا من الشارع تيجي تقولك انتو عندك ام تكاذب تيجي تحضر الشباب شعروا بتغيير احنا الاسبوع جاي عندنا الدكتور عمنا والفتوح والاستاذ عمري موسى يوم الاثنين والاربع الجايين وكان عندنا في الاسبوع اللي فات دكتور ايمان نور الاستاذ حمدين صباحي الشيخ حازم صالح اب اسماعيل بس اعتذر الوفاة الصديق ليه الفريق حسام خرالة يعني الدكتور عبدالله الاشعل كل دول حضروا وبنكمل في جميع في المسرح بتاع المجلس القومي للشباب اللي قدامنا دي زمالك في نفس المبنى بتاعنا عندنا مصر على اعلى مستوى واي حد ممكن يروح اي حد ممكن يروح مش محتاجي بأي لاجستر قبلها لا 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 احنا بيجينا حركات وطنية من ستة ابريل ومن طيارات مختلفة وبيخشوا وبيشتمونا يعني الموضوع حوار مفتوح وبيشعر مرشح الرئاسة غير لما بيطلع في التليفزيون يتكلم كده لوحده لا ده انت بقى قدامك ما كالشباب اللي هما یعنين بالمرصاد لا بالمرصاد وبيتكلم وبينقش وبيقوله يعني في حوار في تفاعل كبير دي'de الحوارات الشبابية دي الحوارات الشبابية بس اللي مش بنعرف عنها يعني الحرك قولت ودا مهم جدا احنا كشباب مش خبر مهم قوي للجرايد او الاعلام لا مهم الحاكل قولتو ده مهم جدا بس بخلاف واحد مثلا بيتكلم عن الاهلي او عن الزمالك او عن المنتخب مصر او كده هتلاقي صفحات مفروضي لكن احنا بنتكلم عن كده فانحنا يعني بينزل خبر حتى قد كده بتقف صفحة ما حاجة بيقرها قوي كده يعني دايما شغل الشباب والشغل الثقافة والسياسة والفن والرحلات والحاجات دي احنا عندنا ثلاث حاجات هم اللي تلاقي وعندهم اي حاجة فيهم الفن يعني تلاقي صفحات للفن والتمثيل صفحات للرياضة صفحات للدين دول الانما تعالي الكلام بقى لحاجة ثقافية او حاجة سياسية او حاجة اجتماعية او حاجة كده وخصوصا فيما خص مجال الشباب ساعات بقعد ادور عليها لقيها نازلة في حتة يعني جالبا الناس اصدى انها تنزل ما حاجة اقراها طيب بازنتوا كمان من اكل مجلس القوم للشباب وعندوكوا طاقة الشباب فبعتقد لو تلات اربعة بس من الشباب اللي هم موجودين على الانترنت يعني غير اللي موجودين على اللي بيدخول يدخولوا الجروب الموجود على تويتر وفيسبوك لو تبنوا وبدأوا يساعدوكوا هتلاقوا الاخبار بدأت تنتشر اكتر الاخبار بتنتشر بس غير لما طبعا بتلاقي مثلا برنامج زي برنامج حضرتك كده او زي مثلا صفحة في الجورنال بتختلف طبعا لكن الفيسبوك والحاجات دي بها مكان هي برضو محدودة حتى الان في دي شباب مهندس خالد ده ختما بحاجة حابب في حاجة سينة نقولها مهم ان احنا اتكلم عنها المجلس القوم للشباب كل اللي عايز اقوله موضوع البطالة واحنا توفيه فرصة عمل احنا بنعمل بلتقيات توظيف وقابلين كانوا بتعمل بلتقيات توظيف وبعدين هياعمل بلتقيات توظيف لكن ان كنت عايز اقول حاجة بس احنا كنا عاملين خطة لتشغيل حوالي اربعين الى خمسين الف وظيفة خلال السنة ودي كانت بتحول من الفين وخمسمائة لتلات تلاف كل شهر يمكننا عملنا الشهر اللي فات فشلنا في تحقيق الرقم اللي احنا بنتكلم عليه ده فعملنا حوالي 780 بس من 2500 كان لدينا ترجط 2500 يعني حوالي 30% لكن احنا مش زعلنين يعني نقول ما عليش حنكمل تاني بنعمل مرتقيات توظيف المحافظات في المنوفية واسكندرية والاليوبية واسيوت وعملنا كل ده في الشهر اللي فات وبنعيد تاني بقى الجديد ان احنا اللي عملنا الشهر اللي فات هنعمله تاني علشان نشوف احنا نجحنا وايه سبب فشلنا انا بشكر حضرتك على صراحتك لانه عادة كان عندنا كل يوم تشغيل كام الف مواطن وعمرنا ما شوفناهم بيشتغل يعني فانحنا تعترف ان انتو بس حقاتوا 30% عملنا بالزبط 783 ووظيف دول اللي استلموا الشغل فعلا لكن كان عندنا وظيف كتير جدا لكن الشباب لم يتقدم لها يعني في بعض الحاجات كان عندنا 10,000 وظيفة جلنا منهم مثلا 1500 يتقدموا ليهم ولسه الوظيف دي موجودة موجودة بس 1500 اللي بتقدموا دول ما بيشتغلش منهم كمان الا 250 300 طيب والشباب يلاقوا الوظيف دي على البيج موجود عندنا على البيج وموجود عندنا احنا عندنا يوم لتنين ملتقة توظيف بس المرة دي هعملينه في الاليوبية ان شاء الله لكن احنا كل تقريبا شهر عندنا 3-4 ملتقة توظيف وعندنا في المجلس القومي نفسه في وحدة بتتلقى كل طلبات التوظيف يعني بتعلن وتتلقى طيب البيج تاني youth.gov.eg بتالي احنا كتبناه على الشاشة وهنحاول نحطه كمان على الفيج بتاعتنا احنا على الفيسبوك وكده مهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس القومي للشباب انا بشكر حضرتك خالص اشكرك متشكرا وبشكر حضرتك على الصراحة لان احنا مش متعودين عليها مفيش حاجة خلاص تستخبى يعني كده؟ لا 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 خلاص مش حاجة اتخبى لا مش عارك بس معلش كمان حاجة عايز اسأل عليها الهايكلة بتاعت المجلس القومي للشباب بمعنى انه الرؤساء والمسؤولين والناس العقلية حكومية جدا هل في بالكو انه يتم تغيير ده؟ هاقولك حاجتين في الثانية واحدة حاجة الاولانية العقلية كانت حكومية كانت حكومية لانه هو ده كان الزوم انا برضو مش هتغير في يوم وليه؟ لا مش هتغير في يوم وليلا بس لما ادتيهم مساحة من الشغل يفكروا ويبديعوا عملوا حاجة حاجة تانية بس برضو لازم نكون منطقة انا راجل جاي فترة ودي حكومة اسمها تسيير عمال وانتقالية فمش مفترض ان انا انا جاء ساعة 6 شهر ولا جاء كذا اروح مغير كل الناس بس اذا التورسي قواعد العمل الديمقراطي ولازم ادي الناس فرصة اقول له ايه انا باشتغل بالفكر ده وريني لا حتشتغل بفكرة ازاي ادي له فرصة يقول اذا نبت بقى ان هو مش قادر يتواكب مع هزا الفكرة او هزي الطريقة ممكن يحصل تغيير بس ما ينفعش اجي النهاردة انتو جماعة ما تنفعوش انتو جاد السلام عليكم فور مش طريق منتخالي شكرا جزيلا عزيزي شكرا جزيلا لسا مكملين فقراتنا وبنا اتكلمنا عن الفلوس اللي بيحتاجها المجلس القومي للشباب وقد ايه هي يعني 60 مليون ده كتير بس في نفس الوقت هم محتاجين اكتر من كده خلونا اتكلم لابع عندنا فقرة مش بالضرورة تبقى الفقرة اللي جاي بس عن الدرايب لان المفروض ان جزء من الدرايب دي بيروح لانشطة مهمة زي المجلس القومي للشباب خليكم معانا في نهارك سعيد